السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم طلاب يا ربكم بخير يا ربكم فترة المراجعة فترة هنا وسهلة عليكم ورب يوفقكم ان شاء الله بالامتحانات الوزارية وتوافقون ومعدل حلول يتمنونه نحكي عن تأجيل المواد يم تأجل مادة انا هسه ما مضبط فلان مادة اأجلها لو لا يم تأجلها اأجل لو لا تنصحني وشنو فرق الطالب المؤجر عن طالب غير مؤجل هو التساؤلات دوروا بالكم عن التأجيل ولي اجل راح تجي لأسئلة ما الدور الثانة صعبة ولي وسهلة وهي التساؤلات كلها نصيحتي لكم انو الطالب ما يفكر يأجل اي مادة لان درجة الدور الاول اللي هي درجة على المعدل سبعة على المجموع سابقة من كان المواد السبعة يعني هسه للمواد الستة هي ستة على المجموع وذا رجع عن سبع مواد فهي سبعة على المجموع المهم هي درجة على المعدل هاي الدرجة على المعدل تنقلك من كلية لكلية تنقلك من كلية لكلية هي ربع درجة على المعدلة تنغلك من كل يكلها فكيف بدرجة يعني الدرجة انت تحارب عليها محاربة قوية زيان هالسراح تقلي زيان انا فلان المادة ما مضبطها ايش لون المهم وقت التأجيل وقت التأجيل للمادة اذا انت ناوى تطلع معدل 98 وفوق وقت تأجيلك للمادة هي ان انت من تدخل الامتحاني شوف نفسك انو المادة ما تجي بيها 90 وفوق تأجلها تسعين وجوه تفكر تأجلها اذا المادة شوف نفسك ما تقر تجي بيها فوق التسعين راح تقلي زيان انا حسبت حساب دخلت اليوم بامتحان الرياضيات او بامتحان العربي او بامتحان اي امتحان دخلت حساب الدرجتي 94 حساب الدرجتي 93 اعجل له لا هاي طبعا صارت بيها بمادة من المواد خفت انو ما تطلع درجة بحساب الدرجتي بس درجتي ما تنزل على 95 اعجلها لولا اعجلها لولا شفت الطلاب الى كلها اعجلت بعدين قلت اكو عندي درجة على المعدل يعني شنو يعني اذا انا اخذ 94 راح تجينها سنت ومليعتكم السنة 6 مواد راح تجين 6 درجات اصيرها باعتباره ما اخذ 100 اذا اخذت 93 باعتباره ما اخذ 99 انا بسنته كانت تيطوني 7 لاني 7 مواد اسلامي انشات موجودة فاعتبر انو انا ما اخذ المادة 100 ليش اعجلها؟ ليش اعجلها وافتقد؟ يعني انا والدور الثاني نفس الشي يعني انا بالدور الثاني هاي المادة انا هسا ما اخذ بيها 93 بالدور الثاني اذا اخذت 100 باعتباره نفس الشي واحد الفكري باعتباره نفس الشي بها الحالة نصحك انه انت لا تأخذ 93 وفوق أو 90 وفوق لا تأجل 90 وجوه تأجل بيوم الامتحان بس هاي بشرط بشرط انه انت باقي الموت كلا تأخذ بها درجة 99 وفوق لان انت بعد ما تقدر تعوض درجة الدور ولا انت خليتها مثلا لماده اللي مزين بها يا ماده مزين بها فيزياء كيميا احيار يا رياضيات انجليزي المهم فالتأجيل هاي نصيحتي لكم اسئلة الدور الثاني اصعب من الدور الاول كل الاسئلات اول وثاني وثالث دور اول وثاني وثالث هي اسئلة توضع موحدة وما عليهم ما يقولون هاي اول هاي الثاني هاي صعبة هاي نسويها سهلة قد يكون الدور الاول تجي صعبة الثاني سهلة الدور الثاني صعبة دور الاول سهلة هيش اختيارية يعني ما حد يدو قالوا احنا نسويها صعبة على الامود الدور الثاني لا هي الاسئلة مثل هاي بس فرقها درجة الدور الاول اللي مات تعوض غير الراحة النفسية اللي راح ترتاحها بالفترة لأن خصوصا حتى لا تطلع معدل عالي انت راح تظل خايف وحذر للدور الثاني بعد يوم تتأجل إلا إذا انت مادة لحد الآن ما شايفها وما تعرفها ما تعرفها وشوف أنه انت مستحيل تطلع بها 90 وفوق مستحيل مستحيل تطلع بها 90 وفوق وانت تطلع معدل 100 مستحيل تطلع بها درجة هنا يلا تفكر تأجل بس بشرط أنه انت باقي المواد كل انت تأخذ به المواد كل انت تأخذ به المواد لوجه 99 وإذا انت معدل لك 390 فما فوق فأنت المادة اللي مأيس منها نهائيا اللي ما شايفها بس إذا انت قارف أصدين أو ثلاثة حده وقت تكمل الباقيات هواي وقت بعد شدو حيلكم التأجيل يكون بتفكير فأتأجل مولا شفت الطلاب أتجله صار قول بامتحان من الامتحانات كان الأحياء بسنة ناة بس الثلاثة بقيتنا بالقاعة نقوم بمتحن والقاعة كلها برغت كلها أجلت كلها أجلت كلها أجلت لقاعة بس ثلاثة نطحنة جيب الدرجة بيه فما عليك الطلاب والراح يطلعون ما عليك بيهم شفت فلان أجل لازم أجل ها شغلة ثانية تسريب الأسئلة مستحيل تتسرب الأسئلة صحيحنا بوقتنا في سنة enfinل إسلامية تسربت وعادوها مستحيل تسرب الأسئلة ومستحيل أسئلة تضغى عليك. مستحيل الأسئلة تضغى عليك. كل اللي يقولون راها تجي الأسئلة يشذبون. صدفة ويانا بيوم الإسلامية ما عليك بها أنت. لا تعتمد على أسئلة أعرف طالب. أعرف طالب. أسئلة قالوا لها هي أسئلة العربي. فهو كان باقي لها موضوعين من الأدب وموضوع من القواعد. ما قراءها. نهائيا ما فتحها. قال لها الأسئلة بيدي. إجت إجن 20 درجة من هاي المواضيع العافين وأخذ 80 بالقواعد. ليش؟ لأنا اعتمد على الأسئلة اللي إجتتها. فما عليكم الأسئلة اللي تطلع ما عليكم. وأذكر بيوم العربي قالوا الأسئلة طلعت هم. لا قبل المتحان بساعة. قالوا طلعت هكا قراءها راجحة. ولا اهتميت لهم. بس سؤال قالها السؤال ما ينحل. حتى ما أنا صدقانا قلت أحلى ما أعرفت أحلى. قلت يا رب ما يجي. يا رب ما يجي. طبيت الأسئلة. قالوا الأسئلة راح تجي بداية هاي. أحمل مهد الجواهر. ما أعذكر ياه. والمهم الجواهر رضا ما تقرح ركابك. فبواعت للأسئلة الحمد لله طلع مو جواهري. قلت هم زين ما يعلموا نفس الأسئلة. فتسريب أسئلة ماكو. ماكو ماكو. حتى وعن وجد. صعوب يوصلك. يجوز يسربون هذول اللي يدي يدفع حلوص. أنت. أنت اللي. يعني. لا. 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 ليها. شنون. منين. منين تحصل الأسئلة. ويعني. بالنسبة قليلة لسال. تسريب جزء ما يصير. فأنت يعني. لا تحتمد على تسريب الأسئلة. لأن أسئلة ماكو. تسريب ماكو. هاي مرة ثانية. أعيد. وأقول مراجعة مركزة. لا تحتمدون عليها. احتمد على م ما لزمتك الأصلية. وحاتيها بالفيديوهات السابقة ليش. شدو حيلكم. وأنصحكم. كلكم لا تأجدون. دور الأول ماكو أحلى منه. ماكو أحلى منه. ماكو أحلى منه. شدو حيلكم. كلكم قبولكم واحد طبعا. دور أول. دور ثانا. دور ثالث. بس. أكو ثلاث مواد مفاضلة. أعطيكم نصيحة. ثلاث مواد مفاضلة. للمجموعة الطبية. يعني. الأحياء. والكيميا. والإنجليزي. يعني. مثلا. إذا أنتم الثيناتكم. حاشيها في فيديو ما المف مفاضلة. إذا أنتم الثيناتكم. معدلكم. تسعة وتسعين. وفلان كلية. تقبل. تريد لها بس طالب واحد. إنتم الثيناتكم. تسعة وتسعين. هي قبلها. هي طالب واحد من ذول الثنين. الشوفياء هو أعلى واحد من ذول الثنين. بالأحياء. والكيميا والإنجليزي. تأخذ إلها. هاي المفاضلة. أحياء. وكيميا والإنجليزي للأحيائي. تطبيقي. أتوقع رياضيات. وفيزياء. وما أدريها مادة ثالثة. أسألوا بها. والأدبي كذلك. هم مواد م موادكم. فالمجموعة الطبيعة. إذن ثلاث مواد مفاضلة. فانتبخوا. بدين المواد تأخذون مية أو تسعين. بدين المواد تركزوا بيهين. أحياء. وإنجليزي. وكيميا. شدوا حيلكم. وبالتوفيق. أسألكم الدعاء. ويا رب أنتم متوافقين. ومحصلين المعدلات اللي تتمنوها. في أمان الله.